هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم الصحية ومنة الرحمن ليس بقدرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هنتكلم موضوع جدا مهم وجدا عملي ويعني حنختار يعني قائمة الطب البديل عنا في العالم الإسلامي والعربي وقائمة الطب البديل في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا يعني لأني مشكلة مشكلة كترو للأسف الشديد الممتهنين بهذه المهنة كل واحد عمل حاله والله أنا طبيب وأنا كذا وهذا بعمل كذا يعني مما دعاني لماذا أنا عم بتكلم دعيت إلى أحد القنوات لأعطي حديث وفاجأ قبلي كان أحد الأخوة اللي بيعمل الطب البديل يعني ويحارب الأطباء وأنا أتحدى وأنا أتحدى وأنا للأسف عارض هذا الرجل وأعرف أنه مريضي وبكتب له أدوية ما وصل أحدث ما وصل إليه الطب في الضغط والسكر والالتهاب العصاب من السكر يعني أنا تعجبت بصراحة ومقتطع له القناة يعني فترة حوالي ساعة ساعتين أنا هنا عم بحكي تقريبا 45 دقيقة وفي حرج وما بدي أطيل عليكم دعطيكم الزبدة المفيدة بإذن الله تعالى يعني ما عندي أي تعليق فلذلك قررت أني أتكلم عن الطب البديل لأني فعلا المشكلة أنه ما في هناك أبحاث تؤيد هذا الطب بعدين أنا بشرح يعني حنقول طب البديل في كذا الطب البديل في كذا ما في أبحاث بصير كل أبحاث فرضية ويعني مثلا أنا اخترعت مادة طبية كثير بدأ أنا اكتشفت دواء السرطان أنا اكتشفت طب يا أخي تفضل أدمه لأميركا خليها تحضن لك هذا الدواء ونشوف حترد عليك يعني لا توغزوني يعني بيجينا هيك مبالغات زيادة على اللزوم وأنا اكتشفت وأنا اكتشفت على إيش اكتشفت يا أخي أثبت بحب هيك أعطيكم بهدوء أنا مثلا اكتشفوا دواء معين مثلا في أميركا الأميركين إيش بساووا بروحوا بجربوه في أوروبا أحكيكم صراحة يعني بجيبوا مثلا عشر تلاف واحد بيعطوه بلاسيبو يعني بيعطوه الدواء بس فاضي ما فيه شي وبيعطوه ناش تلاف تاني الدواء نفسه تبع الضغط مثلا يجربوه المراكز المعروفية بتدي من شمال أوروبا مثلا بإيدنبرا لندن لندن بعدين روتردام أمستردام بعدين فرانكفورت ألمانيا أليل برلين بعدين فاريش مارسيليا بعدين براغ براغ الآن صايرين عم بيحترموه عم ببعثونهم والله بإشراف تحت إشراف الـ FDA أي دواء أي تكنيك جديد أي شيء بقول أنا والله ها بفيد في بني آدم يرسل الأول يجرب في هذه البلدان ومثل ما قلت لكم منجيب ناش عاش معطيهم الدواء الصح اللي هو هذا المادة الجديدة بعد دراسة على حيوانات تجارب على الفقران وعلى هذا القنابيك يعني بجرب الأول هذا شفت والله عم بتفيد شلت أنا عملت هالمادي وديت على أوروبا نجحت في أوروبا ترجع لي أنا مرة تانية على أمريكا منقول والله هاي هيك النتائج وبعب تجي كوميتي بالهذا وبقول لك بعدين الـ FDA هذا يصلح المادة أو هل مثلا تفتح الشريين توسيع الشريين أي تكنيك أشعة معينة على الرنين المغناطيسي الأول المخترع المهم يعني وبعد ذلك منقول والله الـ FDA بتقولي الله مسوح هاي نعمله وبعدين الـ FDA تبعت كندا وبعدين الأوروبين بياخدوها أوتوماتيك يعني الحمد لله المملكة ماشيين هيئة الغزاوة دو ماشي عالزبط حتى أفضل من أمريكا وكندا يعني من كل بستانة الزهرة وهي ننفذوها لصالح فهمتو إيش عم بصير نيجي هوني على أدوية العشاب حتى قللي طيب يا دكتور احتمال للأدوية هذه كلها ما هي كيميكال ممكن من نبات لكن ما مصلحته أن يقوله مثلا دو منظم السكر ما مصلحته أن يقوله إيش هو مثلا هلأ نحكي داتكالة هلأ على مستوى الدول العربية إيش هو الطب البديل عنه المعترف به مثلا قالنا مسأل معروف عن المسألة والله إذا شربت الكركديل البيرد حينزل لك الضغط إذا أكلت الدومة عين في جنوب مصر في النوبة عنده نبات شمو الدومة إذا طحنت وكذا عملت بالآه منزل كمان عليه ما عندي ما بدي أبحاث منظم الآن شهرت نجي هون حتولك جيل لجيل عبو أبوصل هذه المعلومة دواء السكر مثلا يعني نسبة الان الوجبات الجاهزة زائد عدم الرياضة زائد الجلسة زائد الكثير من الأدوية النشوية مرض السكر كمان وعم زيد كمان هنا مثلا يعني أنا شخصيا اتبعت عدة أدوية للسكر مشان أنصح مريضي اللي بيأخذ حبوب اللي بيأخذ منظم بس اللي بيأخذ الإنسولين أنواع مثلا بقوله والله عندك مثلا عندك ممكن الضيف بس أبل ما أجيكم لس القرع المر مع منقوع البامية لما تقطعها هيك تخليها من الليل مثلا فوق اتناس رساعة مفيد بنزل السكر جربت مع كم مريض مش الحال عندي الشيح فعلا بنزل السكر هاي بعطيكم طب بديل واقعي يعني أنا جربته بس مو حينزله والله عاديك ومع الحمية مع الرياضة ما في حمية ما في الرياضة كله كلام فاضي ممنوع العشاء المتأخر كله كلام فاضي إذا ما عملت هالشيء ما بدأ أنا والله أتبع بجيك مثلا بجيك مريض أو الزيت الزيتون أو الثوم عم بينفع هذا الطب البديل إذا أتكلم أنا أعشاب ومواد ويزائية ثبت بجي أجدادنا والطب العربي والطب الإسلامي والطب النبوي وصلنا مستندات فعلا يعني أنا جربت أقرى مثلا للأطبال المسلمين على فكرة في مثلا واحد مشهور منهم لكن إنه ليس بمسلم اسمه مسلم لكن هو لا ومثال سيء للمسلمين حتى ما امتنعت ما لكن بحثت أبو بكر الرازي مثلا في طالع كتيبات أحاول أمسك يعني شغلة وجدت إنه كان بهذا كل وقت ما بيعرفو ما بيعرفو الضغط كان لما الواحد آخر رفسي بطلع يروح بيفصدوا يسحبوا له يعني بفتحوا دم وبرموا هذا الدم هذا فصل يعني مثلا جينا هون مثلا نجي بنحكي على مثلا الزيت الزيتون اي شيء اي شيء ذكره الله تعالى في كتابه العزيز اكيد مفيد والأبحاث كلها تؤكد انه مفيد سواء بأمير سواء بكند انا بدي اوروبا انا بالنسبة الي فعلا الزيت والتين والزيتون اخصم الله عليها على التين والزيتون هذا الزيت الزيتون الآن امامكم تمام فعلا انه جدا مفيد ونستخدمه فعلا لو نصف كاسة مرتين فيه حيفيد في السكر تمام حتقلي طيب يا دكتور مسألت انه مخشوش ما هو مخشوش عادي جيب جيب الزيت الزيتون هكي كاسة وحط منه حطه في التلاجة اذا تجمد صار هذا زيت اصلي اذا ما تجمد زيت مخشوش ببساطة لاني صار غش كتير انا شخص مرة احدهم عم بتكلم من احد الدول في شمال يعني منطقة الشمالية من القارف في الوطن العربي مسأل بمنطق هذا كلهم عم بتكلم شلون عم بغش الزيت الزيتون فإذلك نحن نلتمس الصح مزاق الرائحة بالاضافة المسأل الحمد لله الشركات عم طالعوا زيت الزيتون احسن من امير كان وايطاليا واليونان والله افضل وارخص واحسن وفرجن ديكون يعني مقطوف اول اطفة وعصرة اولى وكل وعضوي من احلى ما يمكن حكيت العضوي هيا نمشيها معلش تمام يعني يعني هاي انا عندي مستند من القرآن الكريم وحديث رسول صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به مثلا يعني يا اخي انا الجأ دائما الزيت هذا تاكله كل يوم اي حد عنده امساك جدا كويس لبطنو انا ربما ربما اخصص حلقة كاملة عن زيت الزيتون حلقة كاملة عن العسل حلقة كاملة مش على الشغلات هاي اللي نحن لازم نتبع يوميا ونطعم اولادنا منا مثلا اخدتوا بالكم يعني بنرجع بنحكي هذا مثلا السيد المخرز حط لنا العسل مثلا فيه شفاء للناس يا جماعة بيجي بقول لي واحد لا ما بطعمي الولد بعدين بتقل لسين وما بيحكي هذا جاهل يا جماعة فيه شفاء للناس حتقلي طيب يا دكتور كمان كيف نكتشق يعني الغش لاني كتير فيه غش في العسل يعني برجع بحكي بدنا ننتبه في الشراء وهذه كله من طيباتي ما رزقنا هاي العسل حتقلي طيب مثلا بينفع للسكر هقال لك ايه لاني هذا سكر فراكتوز الفاكهة وليس جلوكوز السكر اللي بيعمل مرض السكر يعني انا من الناس مثلا والدي وجدي مثلا كانوا على السكر مثلا على العسل كان يخطوا الصبح العسل بالليمون وشوية مي ويداوبوا ويشربوا ويعالش ومقتنع هو هيك شهد السكر ما ما بقدر وفعلا كان سبحان الله سكره قال ليه دائما كان تحت 150 ستقال ليه الله فالطب يبعد دكاترا يا دكتور ايش عسل اخي هذا العسل الاصلي لاني شوف لو تتبعنا مراحل حياة النمل النحل يا اخي معجزة تعال اتحدى الملحدين عمل لي جب لي اي زبابة او مثل النحلة عمل لي نحلة مثل الله اليابانين عملوا زبابة وحركات وانتجاهات يمين شمال 180 درجة و300 طلع هيك اد نص الاستيديو يعني يا اخي فاشلو انا قلت له تعال يا ابن الحلال عمل لي الشكل خلية النحل بس ما بدي منكم شي تاني واملقوها وكيف تروح تغطنع هذه النوع من مثل هذا ويذكرني دائما الامام الشافعي على ما اجال وملحد قال له قال له بي ما استنصح قال له ورقة التوت خدها تأكلها يعني تقع عليها النحلة فتصبح منها عسلا تأكل منها البقرة الله يسكن ويتعمل منها حليب وتأخذ الغنم وتعمل منها حليب وتأخذه دودة تتقز طلع منه حريق ويأكله الغزال ويطلع لي منه ايه مزك تعور جيني انت يا ملحد تعال اتحدك جب لي هاي مثل ورقة التوت تاكلها او تصنع لي منها هالشي غلات هاي يعني فتبارك الله احسن الخلقين يعني انا بالمناسبة عم بحكي تأخذت بالكون يعني الحمد لله على نعمة الاسلام فعلا وكف بها نعمة وعلى العسل نرجع منكمل طريقنا مثلا على الخلطة بس ننتبه من هدوم المصابين لا تأخذني لازم اقول هالكلمة يا مأجاني مرضى مسكين خلطين العسل وحيحة تاخدي هاي هيا ضعيفة مسلا امرأة ضعيفة اخذت العسل مالينو كورتزون وحيط علقينو بالكورتزون اخذتو يا لطيف طلت عنده هالشقوق الحمرة عفوا في جسمه لما ترتفعز بتدخل مرض اسمه كوشنج مرض كوشنج بيرفع الدق وخلي اسمنا عنده من فوق وهذا شيء مؤزي يا لطيف يا لطيف وخطوط حمراء هون وفي الجسم يعني يعني ايش تحكي لكم او العكس يقول لك خود هذا العسل وفيه حيطين دواء اللي 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 الهرمون الغد الدرقية كمان يا مأجاني واحد مرة ضخط يا لطيف ضخطه 200 على 130 وعنده ضربات القلب 108 وهاده يا جماعة ابحث 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 اكتشفت انه الاخ شيري من احدهم المدعين فلذلك الله يرضى لكم ما بدنا ناخد اي دواء او خلطة للخلف ولله هذا اوعه الا بدواء معترف به من هيئة الدواء والغذاء السعودية فهمتوا علي او حتى مطلطة الخليج العربي كله بالهيئة الغذاء والدواء يعني يريد كلهم يحذو حذو المملكة الحمد لله لاني فعلا يا جماعة هذا لمصلحتكم انا ما عم بحكي كلام غير عملي لا وبعدين الله عمليلي خلطة كمان مرة اجان واحد هاد ممتاز منشان القرع ننقارن قارن لي قارن لي الدكتور طيب في امريكا ايه قالك شربة القرع وشربة اللحم مع العظم ضد الشيخوخة غير مطالعين هرمون بتحط تحت ما بدأ ادخل في هذا الموضوع وبدأ تزارع ب1500 دولار وبيتعطى منه منشان ظاهر الشيخوخة والكلام لك انا اذا حكيها فقد اليوم عنو عن الطب البديل مثل ما قلت لكم انو انو تاخد هالخلطة الشباب القرع مزبوط القرع جيد وممتاز جدا جدا حتقول لي طب ايش مناسبته زكرة اليقطين في القرآن سيدنا يونس عليه السلام عندما خرج من البحر بعد ان التقمه الحوت التقمه يعني مبلعوه وقف في غرفة الله جعله غرفة فيها هي فعلا مستوى المنطقة الامامية من الحوت وقدر يتنفس وكان يعد يعني في هذا فضاء عم بتغير الاكسجين وهو يعد جوا بعدين لما خرج جسمه طبيعي كله من المي يعني صار صار راطب جدا او اجعل الله هيأ له زرعة اليقطين القرع لما الورقة اليقطين القرع حطه على جسمك رأسا بسحب لك اي رطوبة بعملها لا ودعوته هي دائما نتعلمه لا بسم الله الرحمن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بس اجبنا له هذا اكتر من المشايخ الله يرحى وانه معروف يعني ركزوا على هالايات المعينة منها لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالم عندما يصيبك ضيق فحاول تقرأ هذه فاستجب ثم تسمي حاجتك هاي بالمناسبة عم بحكي انا يبقى الان حتى الان انا عم بحكي الطب البديل على هدون عم بعطي مختطفات بعطيكم اياها لكن تيقنوا اهم شيء انا عندي ما ما اللهم صلى سيدنا محمد ما بنجي العسل كمان العسل تحطه في الجيل شوية تجمد ممكن هذا صحيح في تخلطه مع التراب اذا تخلط مع التراب معناته عسل مخشوش ننجي هون بالنسبة للخلطات هون والاعشاب مثلا هون الطب الاسلامي والطب الاوروبي والطب الصيني والطب الهندي كله يعني يعني بتروح البلد الوحيد اللي في صيدليات للأعشاب فقط ما سلم تقوله بدي انام بروح طلالك عشبة هاي في فرنسا فقط عندهم صيدليات للأعشاب فقط بيعط بيقول لك البوتانيك النباتية بيعطيك ها كمان لا بأس فيها طيب يجيني يجيني سؤال طيب يا دكتور ما رأيك ما سهلنا في هذا لا انا اخي باخد اعشاب مو يروح احدهم يجيب لي اعشاب من شرق اسيا فيها مخدرات او فيها مادة مخدرة او يقول لي للشعر زيت الحشيش احكي بصراحة بيهات انه هذا احسن شيء زيت العشيش ينمي ولا اكلة بيضة مصلوقة ولا شربة حليو ولا لبن ولا اخدت يعني الاكلات الاساسية ولا الشربة باللحم يا اخي ركزوا على الشغلات احسن خاطر واجيب شغلين ممنوعة اجت بخاطر انا بحكي لكم يعني الان او مادة الانفيتامين اللي هي مثل الكبتاجون كمان تلاقي بعض الله يهديهم يا ربي يروح يخلط لك كمان بتقوم تتنشط انت امفيتامين وصير نشي بقول ايش هاد بعد عسل يا لطيف من احلى ما يمكن اساء الى العسل مرة اجاني واحد يا لطيف عبد انا بعرف محترام ورجل اعمال ورزين بيحسب الحركة عمشي للألم بسام عم بيمشي بالمصدرة منقول وفاجأ اقول يا ربي ايش صير لو هدي يعني والله احجب لي هذا من بلد سرق قريبة علينا شوي ما بقدر اقول اسامي انتبه بس هذا الرؤى حل اللي هو اخذ على المختبر طلع في انفيتامين منش منش فظيعة ده مثله يعني بخليه الواحد كانوا من الاول اخترعوا مشان السمنة وبعد فشل المهم يعني السؤال فين ننتبه يا جماعة ما باخد اي مستحضر خاصة في مستحضرات تجي كمان من بلد شوي بعيد تحت الصين ما بدأوا الاسمو كمان بيجي كمان وهذا يا ما اخدوا وما سكين اجا توفو من هال مستحضرات هاي نجي هنا الدهون مثلا عندك هنا الشمع مثلا ناخد خلطة معينة افضل الشي الدهن القطن بزرة القطن نفسها نعملها مثل الفزلي البشرة المرأة من احلى ما يمكن هاي ناسينا مثلا اشكر عمتي الله يرحمه كانت تعمل فعلا تستخدم هذا القطن الاسمو الديهان القطن مثلا هذا الطب التقليدي القديم اللي ورز عن طريق العائلات كله روه عن جدتك وسأله اجالي راجح ترك الله روح عمال جيب ليمون وبقشره فوره حط شوية زنجبيل فيه واشراب فعلا احلى دوام بصراحة حكيكم بصراحة يعني نكون شوي منطقيين يعني هدول الناس الاجيال الماضي يعني كيف عاشوا مساكين كيف عالجوا اولاد كيف كله عن طريق الخبرة مثلا جربي مثلا كذا عملي كذا مثلا بالنسبة مثلا يعني بعجبني كمان شو اسمه الله ما صلي على سيدنا محمد يعني كمان اي شيء ذكره في السنة الشريفة لازم نحترمه ايضا مثلا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث اللية دلية الخاروف الملك به هذا مثل الدنب تمام مثل الذيل هاي بتسيحه وبتدوبه تمام وبعدين تحفظها في التلاجة جدا للي عنده دسك او عنده اي شيء يحط اللي هي هاي نفسه يحط على مكان الدسك ويشرب مثلا ربع كاسة من هذا الدين هتقل لي كولسترول ما كولسترول هقل لك اشرب يعني فعلا هذا حديث وصحيح ورسول صلى الله عليه وسلم نصحنا به في حديث يعني ما ليعرفان صح يعني عفوا ما دققت قبل ما اجي على البرنامج على الكماء 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 انه ماءها يرطب العين وها العدس مش الشربة العدس العدس يرطب العين والكماء كمان للعين الكماء هاي بتطلع في الصحراء وصعرها غالي الان كمان مفيد المخرج عم بقول لي لازم ناخد فاصل بعدين اذا في اي مكالمات بعد الحلق اقصدي او يرسلنا رسالة طب ناخد استراحة ونرجع نستانف حديثنا فاكهة فاكهة وفائدة الجوافة فاكهة استوائية تقدم للإنسان مجموعة من الفوائد الصحية فهي فعالة في علاج مرض السكري لاحتوائها على الألياف الغذائية كما تمتاز بقدرتها على منع نمو الخلايا السراطانية لأنها غنية بمضادات الأكسادة وفايتامين سي المقوي للمناعة وتعد الجوافة مهمة لصحة الجد والبشرة لأنها غنية بفايتامينات سي وبي وإي وهي غنية أيضا بالبوتاسيوم لذا فهي تساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم وتحسين عمال عضلة القلب ولأنها غنية بالألياف لذا فهي تعزز حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم وبفضل احتواء الجوافة على فيتامينات بي ثري وبي سيكس لذا فهي تساعد على تدفق الدم إلى أجزاء الجسم وتعزز عمل الأعصاب والوظائف الإدراكية فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين يعني عم نعطي مختطفات أسأل الله أنه تنفعكم وإن شاء الله يعني تنصحوا بها غيركم كمان يعني الآن أنا أو أنصحوا يا أخي أنصحوا الناس تشوفوا على يوتيوب يدخل يوتيوب يكتب صحتي قناة زياد ويتثقف طبيا أنا ما تحط لي لايك ما تعمل لي أي شيء بس اسمعها يا أخي وتستفيد بس هذا هو نبلغ يعني بحيث أنه نكبر مستوى منفعة الناس نجي منحكي بعدين على حبة السوداء مثلا يعني زادت يعني عفت إذا أنا ناخد حبة السوداء سبت أنه ترفع تريغلايسرايد اللي هي الشحم السلاسية ورجع حدي صلى الله عليه وسلم قصد بالحبة السوداء فيه ثلاث احتمالات الفلفل الأسود هي مفيد عجب اللي بيطالعوا منها المادة الصفرال هاي بحطوها على اللحم وعلى الأكل هاي اللهم صالح يعني هاي المادة هاي كمان لونة أسود وبتزرع وفعلا مفيدة وتميع الدم أنا أنصح هاي واحدة أو واحدة جالة جلطة في شريان رائوي أو في القلب أو كذا أكسروا من المستردة مستردة الصفرة تمام أو الاحتمال الثالث الشمر وهو يمنع عن السرطان هلأ شوف شمان مملكة شوف تابو نسبة السرطان عندهم جدا ضعي ليش لأني بيأكلوا الشمر في كل أكلهم سبحان الله احتمال الحب السوداء يقصد به رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف واحدة من الثلاثة بعدين منقول الحب السوداء اللي عملوا منه بخار وزيت أنا برجع بقالكم أنا عاوز بلاهم كلمة أنا يعني قتلت الموضوع أخذ حبات وصلى حللت بالهاد وشوفوا لي إيش فيها فيها مادة فعلا مادة جيدة للبطن وتنظف البطن والأمعة نحن نحطهم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ناخد الأربعة آكل حبة البركة وآكل الشمر والفلفل الأسود والحبة اللي بيعملوا منها المستردى ممتاز ما عندي مشكلة يعني برجع بحكي لكم الموضوع دايما أنا عندي مستند من القرآن والسنة أكيد في فائدة أخذتوا بالكم يعني بإذن الله تعالى ما يعني بكون الكلام يعني بإذن الله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم نجي هنا بنرجع يعني خلطة الأحشاب يعني أنا عندي مثلا الآن مريض عنده مسكين مرض خطير ما هو معقول أنا والله أخذ الخلطة هاي وأجربها عليه وأدع الطب أحدث ما وصل إليه الطب في أمريكا ويطبق الحمد لله هنا أنا أخذ الدكتور نصحني أخذ مثلا دواء معين دواء الكيماوي الشعاء أنا أخذ أحدث ما وصل إليه الطب في أمريكا وأخذ هالأشاب بس أقول لكم أنا كذا مثلا الآن في كندا على بزرة مشمش هذا فعلا عم بتفيه بالسرطان وش شمر ما زلت مصر على الشمر خده يا أخي أو أي حد جاله سرطان نصر الله لاعفو لاعفو استمر على هدول يوميا حتى هذا الضب البديل الإسلامي هذا أنا عم بحكي شيء طيب يعني تم تجربته والحمد لله نجح عندنا عندنا هنا حتى قل لي طيب يا دكتور زنجبيل زنجبيل جدا كويس ممتاز يرفع المناعة من أحسن ما يمكن حيث فيه اعتقادات والله بيرفع الضغط بيعمل سولة في الدم عم تاكل كيلو هي عم تاكل شيء بسيط مثلا بالمناسبة أنا عم بقول يعني بدنا نكون متحفزين مثلا هنا عندك مثلا هنا يعني برجع بقول مكونات الأعشاب أو الشغلات اللي ينصح بها ما هو غلط مثلا هلأ قبل معه بالبريك بالبريك طلعت الجوافة الجوافة فعلا مفيدة أجر لعني جوافة في أمريكا ما فيه ولا في كندا ما بحس هو ولا بأوروبا لكن عندنا نحن هنا فيه مثلا السمسم حلاوة السمسمية بترفع السمسم نفسه الأبيض جدا كويس هو وال الحب الرشاد أي واحد جاء له كسر يأكل حب الرشاد يا أخي مع السمسم الواحدة عندها ناقص كالسيوم عندها شاشة عظام اتركز والله أفضل من حبوب الكالسيوم يا جماعة عم بحل في الله يعني لأني فعلا بيجيني أنا بأنصحه يا أخي خد الثفة أو حب الرشاد أو وأكثر من الحليب واللبن والسمسم عندك سكر ما تأكل حلاوة سمسمية يعني برجع بحكي لكم شيء مهم جدا نحن نختطف من كل بستان زهرة زهرة تفيد الإسلام والمسلمين من ناحية العملية أيضا وطبقها نجي هنا على الإبر الصينية عليها يعني الموضوع جدا كبير عم بحاول ألم وقدر الإمكان ومثل ما عدتكون إن شاء الله بدخل في التفاصيل بعدين بحلقات أخرى ولكن نحن كتر الشغل المجال مو معقول بالنسبة هتكلم عن ياريت وقفنا السيد المخرج بس هدولنا نتكلم عن الحجام بعد الإبر الصينية الإبر الصينية أوكي طب الصيني 3000 سنة أروح أقول والله هدول جهلا وعيشين في الملايين مثلا لا والطب الصيني على عيني ورأسي الإبر حطينا مكان الألم مكان عندك مثلا إذا والله حطيته هنا بهالمنطقة علم أنا حاولت أقرأه وأتسقق به يعني علم لا وحده كيانه الخاص مثلا جربوا عندنا هنا مثلا نحط هاي الإبر في الإدن مشان تمنع التدخين فشلت بالطب أنا بكتب الطب شغلة وحدة بس للإبر الصينية الأمريكان نصحوا بها للمرأة التي لا تخلف نتيجة عندها FSH الهرمون تبعات المبايق مرتفعة ما في بطلع عندها بويضات وصار دمور في المبايق الكاتبين اتاجه إلى الطب الصيني أنا تعجبته بصراحة سألت المرضى يعني جربوه مثلا هل حصل نسبة ضعيفة جدا ما أحد قال لي بوسيت ما أحد قال لي يعني مش الحال فإزالك الطب الصيني أوكي هتقول لي والله أروح أشكشك حالي أعمل هيك وهون المنطقة هاي مثلا واحد مدمن تقول لي روح خذ له مدمن مخدرات عمل طب صيني ما ما بدر ما بدر أقول هالشي واحد عنده مثلا انفصام بالشخصية قال لي روح أعمل واحد عنده سرطان في الكبد أروح قال لي أعمل طب صيني مثلا الآن الطب تقدم هتقول لي مربع سائلة نسأل هي في تقنية الننو الننو ممنوعه في أمريكا وكندا وأوروبا بس في الصين عم بيعملوها وعليها كوش عليها عدة شسمة إشارة استفاء أنا بالنسبة بالنسبة لل أبر الصينية يعني ما 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 نصحت فيها أي مريض طلو روح على الأبر الصينية يعمل ما العلم واحد مثلا نجل وشلل أعمل الأبر الصينية تحسن عادي ما شفش كتير العلاج الطبيعي أهم عندي العلاج الطبيعي الصح هو الأفضل دائما خاصة أخصة العلاج الطبيعي لأي حالة بيجي له شلل أو بيجي له هاد حتقول لي طيب يا دكتور الشلل الرعاش مرض ألزايمر الخرف هل فات فيهم طب الصيني قال لك لا يعني يعني بعرف كتير ما اللي أساد ودكاتور الأرديمي الكبار كله جرب لا صفاش ما في يعني أي داتة عم تنفع نرجع هنا نجي بقى الطب الإسلامية رأيت صورة الحجامة نطلع الحجامة هنا عندي من الطب النبوي ولكن أيضا سيئة استخدامها واستعمال رسول صلى الله عليه وسلم نجح نصح بها ولو مرة في العمر مثلا تفصل وقال لك ها شوف أنا عملت هاي هنا هاي الصحيحة يعني يحطوا ورقة ويحرقوها وهذا وسلم مريض الرابو وإذا عملت له إياها جيدة لمرضى الرابو يعني تحط ورقة وتشعل فيها نار وبالدغو وبعدين بتغطيها بالكاسة بتطلع الجلد جدا كويسة بس هون ما في تشريط ممكن تتعمل بس كاسات هاي الكوپنج الجديد كاسات إنها بتحط التشريط بدي يكون رفيع مثل الشعرة مو بيجيني مرضي يلا طيف سيلخ وسالخ نسأل الله العفو العافية شعرة شعرة وبعدين من ستة لأطناعش تشريح وبمشرة معقم لم يستخدم قبل ذلك وكون عقمنا كمان الظهر وبعدين بحط هذا الدم عم بطلع بتجلة شوف هذا الدم الفاسد هذا يا أخي ما حدا يسوي إلا يكون بإيد طبيب سمحت الوزارة على أساس مستشاريين جراح مثلا أو شي يعمله طبيب لكني أفضل يا أخي أفضل وأمن لأنني عم بصير مضاعفات يا لطيف في بعض الناس عندهم أمراض في في شيولة الدم يروح يعملها نزيف ما بيقعه بتكل على الله بعد أو ضغطه مسكين مرتفع وراح نزيف ما ما بينتهي يعني يا أخي الحجامة بدأت تتعمل بأيادي نظيفة ولله مو أعملها إجرى والله وفي أيام السبتاش تسطاش واحد وعشرين لأن القمر هو قريب على الكرة الأرضية الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا في هذه الأيام تتعمل وبعدين بتلات مناطق أعلى الظهر وبعدين بين اللوحين على ناحية اليمين وناحية الشمال هدول بس فقط ثلاث مناطق أنا بحث فيها كتير ودرست وهذا من أخذوا الصينيين مخترعين كذا منطقة وهم بعضهم نروح يلا واحد بتجي لهم يلا عمل له حجامة يا أخي ما تريد تتفلسف السنين لازم أطبقها لحد زفيرها أطبقها بمكان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم هاي كمان من إعجاز السنة إيش عرفوا الرصوص أنه هاي المنطقة هاي نحن عنا القلب يدخ الدم هاي المؤكسل سعدين الدم الغير اللي فيها سانيوكسيدي كاربون بيرجع بيرجع على القلب بعدين متوديه على الرئة ويخدوا الأكسجين هاي دورة دموية في عنا دورة اللنفوية هاي وصخ بدلنا كلها بيجي بالدورة اللنفوية بيقع هون المنطقة هاي اللي قدتلكون عليها اللي رسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بعمل ايش الحجامة فيها يبقى عندي واحد اثنين ثلاثين في بعضهم أنا ما تأكدت فيها ما في حديث من رسول أنه نعمل نقرأ طير يا رأس هون هنا نعمل الحجامة تلاقي بيجيك واحد مسكين مجرح بيكل هون 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 عندي ألم برك يالله عمله حجامة فيها أخي لا تسيء لا تسيء إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدك تعمل تعمل لله وتكون طبيب لأني هذا مريض اخصله الشي يا أخي كيف حتى تسعفوه وتعقيم كامل ما ينتشر الكبد ولا باقي بي ولا سي ولا الهيربس ولا الهيربس يا جماعة لأني يجب أنت حتى أنت نفسك لعم تشتغض تكون لبس الوانتين اثنين وتحاول على نفسك يعني ما ينفع يا جماعة أنه والله إيش أجي أعد أعمل الحجامة إن شاء الله أفرض لأتكلم عنها بس أنت خدوا فكرة الله يرضى علي كنت أنا شخصيا ما عملت في عمري حتى الآن ما عم بشوف أحد أسخ يقلوا تعمل الحجامة أنا شخصيا نجي هون بعد الحجامة هاي نحن بتكلم على الكي مثلا البطلة عنده التالول في عندي الكي البارد والكي الساخن السخن هذا عندك كاترة الجلدية طبيعي وبيشلك التالول بالكي البارد أو الكي السخن حتى قللي طيب يا دكتور في في مهن أطباء عم بيعملوا الكي في الكعب القدم من تحت جاء واحد أنا بطنه روح شرطه هون اتنين تسمم غزاي أو شي هاي هون عندك مثلا هذا اللي بطلع بالكالوز اللي بطلع في الكعب هذا لازم يتنظف يتعمله كي يتشاكل له يأما يبل الجراحة مثلا على حسب المسمار هذا المسمار العلاج ما نفع فيه الكي الكي رسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه حاولت أبحث من ناحية الشرعية يعني يعني مثلا هلأ اذا واحد نصاب ساهم بهذيك الايام كذا ما عندهم غير تكوف حط كي سخن له وحط كي مشان ينشد النزيف وما ينزل كان الكي جدا منتشر بهذيك نحن هون عملنا تقنية تكي البارد وكي السخن منشان هل هل التقاليل وهذا وكي ما عندنا مانع لكن برجع قبل ما انسى وياخدنا الوقت الكيف الكعب انا حدث معي عندي عندي واحد عنده كان تبير كلوما يعني من السل صار عنده مثل ورم داخل الدماغ واخد ادوية السل واستمر بها تسع شهور واؤنع اخد استمر في وعمله كيف الكعب في المدينة المنورة في واحد هناك كان رجل صالح وامره مع الله وبيعمل كي صح وقود سبحان الله الدواء مع الكي نفح ما عندي مشكلة استغل اتنين نشتغل مع بعض عسى الله ان يجعله هاي هون بيجي بيجي والله في كتير ده اتكلم في ما في الوقت عندي عندي برجع بقال يعني ما معقول هل يعني يعني ما عندك انت كطب بديل ما عندي وسائل تشخيص ولا عندي تحليلات ولا عندي يلا عطي ومشي للمريض ما اصدي ما بنقدر نعتمد عليه مية مية وبعدين المفخوم الطبي عنده ما عنده ما بيعرف هل هدا المعالج انت بتعرف الطبي اخي هلا انا شو الكبد عطي يلا عطي من الموجات الصودية واشا ما اخطي لها تصمعنا على نفسك انها مزح لئ الناس بمزاجك محترام الى الجميع هنجي بالنسبة كمان نقطة تانية يا جماعة الحمد لله من يوم ما اجينا الماملكة الواحد اتعلم توحيد الله صح حسن عقيدتنا ولله الحمد صور تعبد الله حقا اذا سألت فاسأل الله واذا نجي على الرقية الشرعية يعني صور عبارة في هذا رقية واحد كتب واحد ما هو مسلم ولا له علاء والإسلام انه في بعض الناس نحن الحمد المسلمين عنا الرقية وعلمنا رسول صلى الله كيف نرقي نفسنا لما ضعوا الصحابي في السحرة التمس القراء الماء الأكل من القوم قالوا لا عنا مريض اذا علشتوا بنعطيكم امو قرأوا عليه الصحابي من سبع لعشر مرات الفاتحة الرسول لم يكن عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم هاي الرقية مثلا اكيدة تعب تشوف واحد حيط تطلق سلسلة هايات للرقية في واحد لسه ايه بيعمل لك عن طريق الورين بيقرع السائل الملح هذا وبعد نلتزم يا جماعة بالقاعد الصح اللات اذا سألت افساد اوكي انا عندي وراء عندي مصيب اروح احسن مستشريات اخذ احسن علاج طبي والله الحمد كله يطبق اللي في اميركا احسن من اميركا هنا واسرع كمان يا مناز في اميركا وانجلترام بعرف كذا مريض اخرون اخرون صارت راح انتشر واميركا نفس الطريقة اتأخر عبما اجا دور وشاف هذا في تأخير كتير يعني تحمد والله الحمد لله رب العالمين العلاجات هنا متوفرة وبأسرع ما يمكن والتشخيص ولله الحمد بروح برموك وانك بالشهر بالشهرين الله لأعمل لك فلان تشخيص فلان اشعة الحمد لله رب العالمين هذا من فضل الله تعالى مثلا بعطيكم بالمناسبة يعني فلذلك نرجع ونركز اذا سألت فأسأل الله واذا استعنت فسأل الله شايف حد رجل خير رجل ملتزم رجل فاضل رجل كذا التمس منه الدعاء واسأله ان ادعي لك انه الله يشفيك وما لا بأس اذا حبي هاي بس حبيت اتكلم بهالنقطة هاي هون بقينا الوقت الاسف مضي مضى ونجي هون بالنسبة للأسئلة الاسئلة عندي بسم الله لنا عودي على هالموضوع مرة تانية هستمر في حلقة تانية اتكلم عن الشغلات هاي الاخت امن من مصر انا اشرب الكمون يوميا مغلي بالماء هل له اضرار ما في اضرار من احلى ما يمكن يريح الامعاء وجدا مفين والكمون كم مرة باليوم يجب شربه الله هي مرة مرتين يعني ما عندي مشكلة ثلاثة اذا عندك مثلا مرض القولون الذي يدعو به الناس لهذا وللأسف يبلغوهم بهم بعض الزمناء اخي نضيف حل البراز واستمر على الكمون جدا جدا مفيد ومفين بالعكس ما في افيض منه بالعكس صحة وهنا احمد انا سعودي هل تنفع الحجامة لمرضى الغد الدرقية شوف اخي الكريم الحجامة انه نفسه ضد دم نسحبه من الجسم بس العلم عند الله بالعلاقة لا ما في شي سبت انه بينفاع بالغد لكن هي تنفع نظام المناعة عندك وبيطلع خلايا جديدة مثل الصيام نتقطع يرفع المناعة هذا ان شاء الله منحكي فيها الحلقة القادمة بس انما سبت رسميا انه الغد الدرقية بتحلل وبتشوف الـ عندك وحسب تذهب للدكتور يزبط لك الجرعة وياخد علاج وتصور الغد بالموجات الصوتية واذا احتاج بالنظاير المشعة المهم لازم يتشخص اشف الغد لاني اخطر ما يمكن الغد ويا ما الناس مساكين طالع عندهم سرطانات وانا ما عم بخوفك تذهب الى الطبيب تقول له موجات صوتية وتأكد للغدة عادية وشوى اذا سواء كانت نشيطة او كسلينة لازم تشخيص كامل مو بس والله تحليل دم ونمشي لا لازم نتشخص الغد الاخت منى من الاردن سمعت ان البردقوش يسهل الولادة كثيرا هاي من عند ربنا سبحان الله على حسب وقع الله كانت أولادة طبيعية بإذن الله تعالى اهم شي ما يكون عندك امساك هذا اهم شغلة طبيعي مثلا ما بقدر انا اخذ شغلات جدخة تعمل لي اسهل تعمل لي بعدين تعمل تساعد على تقلص الرحم اكثر ولا شي البردقوش هذا حاجز يعني اوكي مفيد ونصح بالرسول صلى الله سلم او يعني برجع بحكي لكن ما له علاقة بالولادة لا بس حبيتي تاخدي خدي ما عم بقول لا بس ولكن طبيب طبيب تنسى ولادي حتقول لك وضع الولد وكيف الولادة حتكون تمام لسه القرار دائما يكون مع الطبيب وانا اخذ شغلات نسمي بالساعد تمام هالاخت سارة من هاي الاعشاب المضرة للحامل وهالعشبة الهندي شعيري والصبرة مضرة كذلك حتى لو اخذت باستمرار والله شوفي سيدتي بالنسبة والله عشبة الهندي جيد بس للبطن يعني تنظف البطن ما لعلاب اي شي تاني بس ما ناخذ منه كتير برجع بقالكم يعني فيه شغلات عليها يبقى اشارة استفهام برجع انا ما عندي طب نحن مثلا نجمع حالنا شي خمسين طبيع ويرجيب الحالات ونجرب عليها معنا نظام بحث اسلامي للأسف هذا للأشياء البالكون عليها فذلك الحامل انتبهي اهم شغلة عنا ما يجيك يمساك ما يجيك يفقر في الدم الولد يكون نموه طبيعي عم بتتابع ما طبيب نسوي لدي عم تصور لك الولد اهم شي عم بتتابع صح واذا فيه فقر دم يعالج واذا فيه ضغط يعالج اذا فيه اي شي يعالج لو سمحتي انما اعتمد على هدول الشغلات الشعير الشعير ممكن نشربه بس تشربه فورا يعني غليته بشربه لاني بعد ساعة بتزير نسبة هذا التخمر بي اذا خزير صار خمره بعد فترة ممنوع نشربه فورا تمام هاي بالنسبة بالنسبة محمد من السودان هل تنفع الحجام اللي تجد هرمونات الجسم كاملة وخاصة هرمونات الغد النخامية اخي برجع بقال لك الحجام من السنة تعملها حتنفعك صحيا اكيد يعني لا ينطق عن الهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونصحنا بها بس ولاك امد اقترو عن بيعمل الحجام صح انت بتعمل الهرمونات قبل اذا نحكي بصراحة خلينا عملي قبل الحجام وبعد الحجام بيومين ثلاثة بترجع تعمل الهرمونات وتشوف الخدام النخامية هل تحسنت اظن لاجم ناخد علاجنا متل ما هو واخمل الحجام انا فقط عن من يخاف الله وبالايام اللي سمح فيها رسول صلى الله عليه وسلم من السنة بس ايام سبعة تسساعة واحد وعشرين على عيني وراسي نتكل على الله خديجة من اليمن ما هي افضل عشبة تخلص الجسم من السموم شوفي افضل الشي عندي انا هذا التوم وزيت الزيتون والعسل وممكن اعمل لبن خيار توم وزيت زيتون اشر اكله من الدليل يعني انا السموم اللي عندي ايش هي السموم اللي عندي لا تواغزونا اهم شي بطني تكون اكل اكل انا اكل اكل مفيد اكثر من الخضار والفواكه وثقافة الصلاة وثقافة الشوربة لازم بدنا يا جماعة شوربة ما هو معقول وزودي توم وهذا اثبت فعلا شي يحسن المقاومة الجسم التوم والبصل والكركم بتعما بس ما كميات كثيرة معقولة هند من مصر كيف استخدم الزنجبيل في علاج السعال عند الاطفال كمية صغيرة مع ليمون بقشرة فوري وتحط شوية زنجبيل او زنجبيل مع الحليب ويكون يعني يكون طعم مستساغ والطفل هات الطعمية يعني يستسيغه صح ولا لا ما في شي نحن الآن سيد المخرج عم بقول لي لازم اختم يعني بصراحة لازم اختم برجع يعني بحب اختم كلامي دائما بدعاء من القرآن الكريم برجع يعني دائما بحاول هذا ربي اوزاني اشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والاديه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اسأل الله لنا ان اقول لكم الفوزة ونكون من العبادة الله الصالحين اقدم شكري لجمعي الزمزم لتبنيهم من هذا البرنامج جزاهم الله عنا كل خير ومدير القناة والمخرج وكل الستاف اللي معنا هنا في الستوديو جزاهم الله عنا كل خير اني عم بساعدون لنوصل هذه المعلومة لكم جزاهم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم الصحية جسمي لدي امانة من خالقي فمن الامانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والاخذ بالاسباب عند اصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر